أول الخبر معنا وهو طبعا تعادل المنتخب مصر من دقايق مع المنتخب الجزائري زعلوك بيتقدم في الديئة 58 لمنتخب مصر بهدف وكان هدف مهم جدا وكنا بنسعى للفوز بهذا اللقاء بعد ما اخسرنا المباراة الأولى أمام المنتخب المغربي ودي أول مباراة للمنتخب الجزائري انتوا عارفين ان هما خمس منتخبات كل يعني فيه كل مرة بيطلع منتخب باي لان فريق بيلعب فريق وفريق بيلعب فريق يعني أربع فرق وفيه فريق ما بيلعبش مباراة منتخب مصر لعب مباراتين متتاليتين الجزائر كانت في أول مباراة ما لعبتش المباراة القادمة هتكون عندنا ان شاء الله بإذن الله يمكن ممكن يكون عندنا باي المرة اللي جاية المرة اللي بعدية هيكون معنا لقاء مع المنتخب التونسي ثم المنتخب الليبي وفرصنا بتتضاءل لان بعد تعادلنا النهاردة مع المنتخب الجزائري الموضوع ما بقاش بإذنة يعني خلاص انت النهاردة لو كنت كسبت المنتخب الجزائري أو كسبت مباراة المتبقية كنت على الأقل يعني هتضمن مركز الوصيف وده المؤهل لكأس الأمم الأفريقية وعلى الأمم كمان يعني فيه معلومة يعني قد تكون مؤكدة ان ان شاء الله منتخب مصر هي هو أو مصر هي اللي هتستضيف كأس الأمم الأفريقية لمنتخبات الشباب ترجمة نانسي قنقر